السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دراتي نشاهد كيف نستخدم مايكروبيت ونظهر شكل معين. هولو هنا نيو بروجيكت ونسميه مثلا فلاشنج هولو كريت ممكن تستخدم بلوكس او جواسكريبت او بايسون زي ما انت عايز ونرجع على البلوكس على فكرة لو انت بتكتب في لغة البايسون تقدر تسحب اي شكل انت عايزه وتحطه هو يبدأ اي كتب كوت طيب احنا عايزين نشغل على البلوكس لانه هو اسهل وبعد كده لما تدخل على البايسون هتقدر تفهم الكود بيقول ايه. طيب. هنا اقوم نستارت انا مش عايز اعمل حاجة على نستارت انا عايز اقل له فور ايفر ابدأ ارسم لي شكل معين ولياكم مثلا خلينا ناخد كده من بايسك نقول له شو ليتس ابدأ بقى ارسم اللي انت عايزه يعني ممكن مثلا ترسم حاجة بالشكل دوت اي شكل بالشكل دوت نعدد الاشكال اللي هي هاته هاته ده فور ايفر بالشكل ده طيب احنا عايزينه يقيد ويد فيه ممكن مثلا انه يقكر مع بعض كده هنعمل ايه مثلا كل خمس سوين يعمل حاجة معينة او ريبيت هاته يبدأ يقرر لي الحاجة ديت تمام ممكن نقول له مثلا واسحب الشكل ده وحط هاته وخلينا نشوف ها هيفضل لي ايد ويد في ايد ويد في طيب ممكن برده نختار لوبس تاني ممكن نقول له مثلا نحط شكل مثلا مطفي وشكل ايد تمام انه ممكن نقول له ربيت مثلا ميت مرة او عشر مرات زي ما انت عايز ونقول له ورين شو ليد وهتلينا بقى شو ليد التاني فهذا خلص تمام وممكن تلاقي اخوت شكل من الاشكال للجهزة دي ايه بص شو ايكون هاي رسم شكل قلب رسم شكل ده رسم شكل ده شغل طيب ربيت دي خلينا نحطها مثلا في الستارت ممكن نحطها لما تدوس على زرار ايه يبدأ شغال دولة موجودة هايات ممكن نقوم بوطن ايه ونحط فيها ربيت كده لما تشغل ما فيش حاجة تحصل انستارت ولا فور ايفر بس انا ما نجدوس هنا يبدأ يظهر معايا في الشكل ده وممكن نغيره نخلي البي ونعمل واحد تاني يعني ممكن ننجي كده ده شكل ايه وده شكل البي والبي نتدله شكل اخر جردوت تمام ممكن حتى من هنا ناخد شكل جاهز من دول كده وعندنا القدرة ان احنا نغير ونبرمج اللوحة دي زي ما احنا عايزين بالطول